ودعا السيد ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب لإلقاء كلماتي فليتفضل شكرا فخامة الرئيس أصحاب الجلالة والسمو والفخامة أصحاب المعالي السيدات والسلام بداية فخامة الرئيس أنقل إليكم تحيات أخيكم صاحب الجلالة الملك محمد الثالث وشكرا جلالته على دعوته لهذه القمة المهمة وكذا تقدير جلالته للجهود الخيرة التي تقومون بها لصالح السلام والاستقرار في المنطقة إن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس تتمنى أن تبعث هذه القمة خمس رسائل رئيسية إلى المجتمع الدولي أولا الدعوة إلى خفض التسعيد وحقم الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية وتجنيب المنطقة وإذا السراع قد يفضي إلى ما تبقى من فرص وأمال السلام والاستقرار الرسالة الثانية هي الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعدم استهدافهم وذلك وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإسلامي والقيم الإنسانية المشاركة الرسالة الثانية فخمت رئيس هي ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وانسيابية وبكمية كافية لساكنة القطاع هذا فالوضع الإنساني أصبح لا يتق الرسالة الرابعة هي رفض كل حلول والأفكار الهادفة إلى تهجير أو ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وتهديد الأمن القومي للدول المشاورة والمسالة الخامسة هي الحاجة إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تفضي إلى حل الدولتين دولة فلسطينية على حدود يونس بعوستين وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل إن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك متشبتة بخيار السلام وأهمية تحقيق الاستقرار والرخاء والازدهار لجميع الشعوب وهي اليوم تؤكد استعدادها بتنصيق مع سيادتكم ومع جميع الشركاء لانخراج في تعبئة دولية لوقف الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن وشكرا فخامة الرئيس شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة